في إطار من الشراكة الاستثمارية تواصل مصر وقطر العمل معا على الصعيد الاقتصادي بما يسهم في تحقيق التنمية لكل البلدين عمل دقوب انعكس من خلال زيارات رفيعة المستوى لمسؤولي البلدين لتعزيز العلاقات البناء على تطورات إيجابية تعزز من العمل العربي المشترك العلاقات المصرية القطرية أخوية وتاريخية ومتطورة مما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين ويعزز جهود الحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعظم فيها التحديات في المنطقة العربية القاهرة والدوحة تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة خاصة مع قيام مصر بدور محوري بالمنطقة باعتبارها ركزة أساسية لاستقرار الوطن العربي كما تحرص على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك والاستئناف أطر التعاون بين مصر وقطر تشهد العلاقات الثنائية تطورات إيجابية تؤكدها الزيارات المتبادلة بين الدولتين وفي فبراير الماضي أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين يشير الجانبان إلى اتفاق على مجموعة من الاستثمارات وشراكات بمصر بإجمالي قدره خمسة مليارات دولار كما عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لقاء موسع مع رابطة رجال الأعمال القطريين لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري والمشروعات الحالية والمستهدفة للشركات أعضاء الرابطة في مصر مصر حريصة على التعاون المتكامل المثمر مع قطر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ لسياسة المصرية والتكاتف لضرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القطر